مرحبا بكم في المقر الجامعة العامر والمناسبة من تلك الحال وهو النقاءات التواصلية التي كان عقدوها مع السكينة الجامعة العامر لتوضيح التوجهات العمرانية من خلال تصميم تهيئة وضبط البناء العام تصميم تهيئة والنشر في الجرائد الرسمية وهو تصميم تهيئة منشور في الجامعة لإبداء الآراء والملاحظات من خلال تصميم تهيئة وضبط البحث العمومي سوف يدوم تقريبا شهر ثم سوف يذهب إلى اللجنة المركزية ثم سوف ينشر في الجاردة الرسمية كما يمكن أن يطبقه ويصيد تهيئة لدينا عدد اللقاءات قريباً واحد سنة وكاننا في المشاورات عبر الحضور الجامعة في الليجان على مستوى الواكر الحضرية وعلى مستوى العملية السنة توجهات العامة من خلالها تسمى الكثير من التنطيقات كجميع الوثائق التعمير يكون في عدد التنطيقات هي وثيقة تعميرية من الجيل الجديد كما تسمى المناطق الصناعية الحرة لن تخضع قيود عمرانية لأنه في مكان هذه الحالة وثيقة ستبقى عشر سنين عند عمرها عشر سنين تقيد الجامعة بوحد العدد أو الاتزامات عمرانية التي ستحبس الاسثمار في المنطقة هذا لا يعني أن تصميم الجامعة هناك المناطق الصناعية هناك المناطق الصناعية هناك المناطق السكنية هناك عدد المرافق التي ستعود بالنفع على الجماعة كانت منطقات من العال الطوابية كانت منطقات لذاتي للطوابية كانت منطقات التي ستعود فيها المصالح العمومية كانت منطقات التي ستعودة تصميم تهيئة من طبيعة الحال يمكن أن تتكلم عن تصميمته خالي من أخطاء أو خالي من بعض الشوائب ولكننا نحن أن نحن لدينا تحكم المشكلة لفتح عمل قبل عملة سنة توسيع النطاق وإعادة رسم الإبراهما هذا مشروع ميزة 192 كمليون مليون ونقصوه مثلا من هذا البرنامج إعادة الهكالة كنت أظن هذا الكلام الذي لا تحييت كانت تمارين انتخابية كانت تنهجها المعارضة لتجيش المواطن العام وخلق واحد الفتنة والذي كانت تنويرا للرأي العام لتعرف الناس والسكنة والعامر كلها بجميع طيافها تتكلم على التعمير وضابط البناء العام لا تتكلم على ترياب ولا تحيات وعلى أمانتي وانا مسؤول نائب برناماني ونائب عائسجنة تخيلية في البرنامج لا يوجد شخص مواطن أو بناء لا يوجد شخص مواطن بالعكس نحن نسعى جاهدين لأن المنطقة تتكلم على تحياتي تتكلم على تحياتي وتتكلم على تحياتي من المنطقة الصناعية لأنها تكون قليلا للغاية تكون قليلا للفليكسيبية ومورونة في حياتي ويسهل تنزل على أرض الواقع لأنه صعب لأنه صعب تنزل من هذا المنطقة حوالة 10% أو 15% كما نعرف حيث يستفيدون من الناس لديهم ملك ودورهم ومنازلهم لديهم أنشطة لهم لا يوجد شيئاً يستفيدون منهم تنويراً للرأي العام لأن الإشاعة هذه هي تمارين انتخابية المعارضة لكي تجيش الناس لكي تخلق الجو من الكهرب لأن الإنسان صعب تقسل المسكن ولو تقسلهم في الجانب الاجتماعي نقول له ونعودها من خلال هذه المنابلة لأن تصميمته لا يوجد علاقة بالترياب أو في هذه المنازل أو لا يوجد شيئاً على الضماناتي وأنا أقول وأنا مسؤول أن تصميمته في هذه المنابلة بالعكس اليوم الجامعة تتعرف تتعرف نوعية والتغيير بعد ما عشت التهميش خلال 6 سنوات من التدبير العشوائي من المجلس السابق واليوم كان من خلال من خلال من خلال هذا من خلال هذا وهذا الكذب والبهتان كنسمي أنا هؤلاء ضد الاستثمار ضد الاستثمار من خلال الجامعة تكون عندها جاذبية بلا وثائق التعمير والذي نضلنا خلال سنة ونصف من التواجد على مسؤول لقبة البرلمان لا في الليجان ولا في الجلسات العامة ضربنا وطرحنا اخترنا ربعة أو خمسة الأسئلة الشفوية وطرحنا وطرحنا أسئلة كتابية فيما يخص الموضوع إعادة الهيكانة وإحياء الناقصات التجهيز على مستوى الليجان على مستوى الجد داخلية يعني كنا دائما كنا نطرحوا هذا الاشكال هذا واليوم لجسد الوثيقة هذا جاء الفرج بالنسبة لهذه الجامعة لكهية بحالة بحل الجماعات الإحدى التي كنا نتكلمت عن الجماعات السلال الجماعات 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 سوف نكون لدينا وثيقة تعميرية التي تحكم التعمير والبناء بعد المناطق وقع فيهم خطأ على مستوى التنطيقات بحكم أن الوكالة الحضرية لم يكن لديها رؤية متبصرة أو رؤية مدقاقة على المنطقة التي تعمل على الجهة في القيامة للغاية لأن المصدرات والتسبيطة لن تطالح في اطر فضل ان نتموز تغيير الخطأ المناطق الصناعية والزيادة المناطق السكانية وتعمل على خطأ التصميم المناطق والبحرية لديها تصميمة القطاعي والذي سيحددتها في مراحل أخرى كانت تصميم الدراسات متعلقة بالمنطقة لتعامل مع المجال الترابي تصميم الدراسات متعلقة بالمسطرة تقديم الوثائق إما شهادة الملكية أو شهادة المحافظة ومجلد الوثائق التي يحددون ويعطيون الحق للمتعرض أن يكون مستدر تعرض عملي ستحدد في كينات المقعادة ومساحة رسميا سيجيل المفتوح في الجماعة لإبداء الأراء والذي أريد أن نشير له في هذه السياقة التي تكون المدير تعرض هو أن تصميم الدراسات متعلقة سيفعله ابتداء من شهر 18-16 سوف يتفعل ويكون قابل للتطبيق بالنسبة للمشاهدة الملاحظات لا يستطيع التعرض بالنسبة للمشاهدة يستطيع التعرض يستطيع التعرض في 12 شهر يستطيع التعرض ويستطيع التعرض في تصميم الدراسات أو ما أريد أن نؤكد عليه مرة أخرى هو أن لا يستطيع التعرض على الرأي العام ويستطيع التعرض المنصة الوحيدة التي تعطي معلومة معلومة صحيحة هي المؤسسات الرسمية مثل الجماعة مثل العملاء مثل البشاوية مثل المؤسسات رسمية ويوجد كله مثل الكواليس ويوجد كله لدينا نتيجة أولاً وحرام أن نروج أفكار مغلوطة لجميع الناس بساطة وخاصة الإنسان تتعاملهم بصدق ما يسمى هو هو الأنواع العقارات كما يسمى معها هو هو الملك الملك إما يسمى إما ملكية أو شهدات المحافظة وكذلك أراضي الجمعة الواصع ليها ووزير الداخلية هذا هو مجهود للناس الذين لديهم الحق شهادة الملكية والمحافظة ويوجد الأراضي السلالية رأى الوصيح عليها هو سيد وزير الداخلياق ويوجد توجهات هذه الأراضي وماذا يدع فيه؟ كيف ستكون السكين العامر لا تتقش بالكذوب وأي معلومة محتاجة للسكين إحنا موجودين هنا في الجامعة كانت لقوا الشيكيات وكانت لقوا تواصلوا مع المواطنين وقت مخصوم كانت لقوا القادم وأفضل إن شاء الله شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك